تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من دحر ميليشيا إيران الحوثية من عدة مناطق جنوب مأرب خلال هجوم عنيف ألحق بالميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة وحسب المركز العلمي للقوات المسلحة فإن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات ميليشيا الإرهاب الحوثية في مختلف جبهات القتال جنوب مأرب وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيا الحوثي الإيرانية جنوب وغرب المحافظة ودمر الثلاثة أطقم بما عليها من عتاد